بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته رجعنا لحضراتكم تاني بعد ما تكلمنا في الحالة اللي فاتت عن الأدب مع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت لكم منزلة الصحابة هم الذين رأوا النبي وعاينوه وشاهدوه وجالسوه وتلقوا العلم على يديه دول صحابة النبي حجوا معه واعتمروا معه وجاهدوا معه وأبلوا بلاء حسنا رضوان الله عليهم أجمعين وبالمناسبة عندنا في مصر كثير من صحابة النبي دفنوا في هذا البلد العامري بذكر الله دخلوا مع سيدنا عمر بن العاص صنة 21 هجرية وبنوا مسجد سيدنا عمر بن العاص وكان يسمى بمسجد الفتح أو الجامع العتيق أو درة الجوامع أو تاج الجوامع جامع سيدنا عمر بن العاص حتى يقول المؤرخون بأن جامع سيدنا عمر بن العاص قبلته هي أدق قبلة في مصر ليه المحراب بتاعه جهة القبلة لأن ثمانين من أصحاب النبي هم الذين حددوا القبلة وقتها ونشعر بروحانيات في هذا المكان العامري بذكر الله لأن فيه أنفاس صحابة سيدنا رسول الله عندنا في الصعيد أيضا في المينيا في بلد يقال لها البهنسة فيها كثير من صحابة النبي دفنوا فيها وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيثما نزلوا في مكان عمة الخيرات والبركات رضوان الله عليهم أجمعين قلت الحضراتكم في الحلقة اللي فاتت من الأدب معهم أن نحترمهم اتنين من الأدب معهم عدم سبهم والنيل منهم أوعى تسب الصحابة النبي قال لنا في الحديث لا تسبوا أصحابي لا تؤذوني في أصحابي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أوعى تتطاول على حد من الصحابة أوعى لسانك يغلط في حد من أصحاب النبي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سئل الإمام القاضي عياض رحمه الله ما حكم من سب أبا بكر فقال من سب أبا بكر يجلد ويحبس ومن سب عائشة يقتل قال له ليه قال لأن الله برأ عائشة في القرآن صفحة كملة في القرآن الكريم برأ الله فيها أم المؤمنين عائشة من حديثة الإفك أوعى تمشي معا اللي بيتطاول على أم المؤمنين عائشة وتسب زوجة النبي الحصان الرزان العفيفة الشريفة الصديقة بنت الصديق الأواهة الزاهدة الصوامة القوامة حبيبة رسول الله وبنت حبيب رسول الله سيد عائشة أوعى تسب السيد عائشة أوعى تسب سيدنا أبو بكر أوعى تسمح لحد بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يرزقنا جميعا الأدب مع أصحاب رسول الله ومع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللهم أمين هروح فاصل وارجع لكم تاني نكمل حديثنا عن الأدب مع صحابة سيدنا النبي خليكم عانوا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر